السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد نتحدث فيه دائما عن المنتخب الوطني المغربي عن تصفية كأس العالم 2016 الذي تكون في مكسيك وكندا وامريكا كأس العالم بطبيعة الحال كما نعرفه حل من أي منتخب كما كان من أي قرة في العالم أنه يتأهند كأس العالم بطبيعة الحال ونحن نحن المسيرة الكبيرة التي عملنا المنتخب الوطني المغربي في المنديال القطري وصلنا إلى نصف النهاية الذي لا تظن أن تكون في أحد الفئة قليلة التي لا تستطيع أن تكون من عدم هذه الفئة التي تحلم أن المنتخب الوطني المغربي يصل إلى نصف نهاية المنديال ليس سهلا ليس سهلا لكي نفش الإنزاج في عام 2016 أولا عدة عوامل تجبر الجودة للاعبين وماذا بقية هذه وماذا لعبة التي تظهروا جدا وماذا نفس الجودة وماذا نفس الجودة وماذا نفس الحوايج تجبر صعوبات كبيرة بطبيعة الحال وماذا تكون نفس الجودة بطبيعة الحال أولا نرجع لنا لتصفية الكأس العالم يمكن أن يستخدم ثمانية لاعبين يشتغلون كرأس حربة منهم ثلاثة كانوا معنا في المنديال وخمسة ما كانوا معنا ولكن في المنديال كانوا معنا خمسة لا يشتغلون أهداف الحمد لله لا يشتغلون أهداف ولكن بوجه كبير الحمد لله لا يشتغلون أحد المستوى الكبير صراحة لنكونوا منطقين وحقانين نبدأ باللعب أيوب الكعبي اللعب الكعبي الآن في السد القطري معرفة القديرة التركية في المغرب الويداد في البركان كبير وكان يزال الكعبي سيشتغلون أطلقان في شهر شتنبر لأنه الويد يجب وحيد وثلاثة غشت في 2022 وقد استطلت تربص إسبانيا في شتنبر وكان نهدال أيوب الكعبي بعد ذلك تربص إسبانيا لا مع الشيلي أو مع الطاراقوي لقد أفوذ أن هذا الشيلي بالضبط على الصفر وقد قادمنا بصفر مثل تاراقوي لم يكن لعب أي من الكعبيب بصفة نهائية ما هو اللعب اخر الذي لم يمتلك في حياته لعب مع المنتخب الوطني ومستفا الساد الذي يلعب في الجيش الملكي كان يضم خصوصاً فرصة في الجيش الملكي ومسيلاً فرصة لعب السوال من أنجف الجيش الملكي وخصوصاً فرصة لعب مشاكل كبيرة في رأس الحرب يمكن أن وليد أبو القراغي يعطينا هذا اللعب مستفا الساد لكي يرى القوة يمكن أن يتبط المكانه في المنزخة الوطنية ليس كأساسي أو المدرب الذي يعرف ليس كأساسي أو الحسياتي المدرب أو يعرف الشغل له ما هو المهاجب برقم ثلاثة كذلك؟ وعمرهم لعب المنزخة الوطني المغربي مستفا الساد تكون مغربي طبعاً هو أيوم الكعبي ولكن هذا تكون فرنسي وكالعب الراديف باريسان جرمان وإلياس حسني سبعة ستمنتاشر عام لاعب باريسان جرمان الراديف وبعد الأحيان يخرج الفريق الأول باريسان جرمان إذا إلياس حسني من اللاعب لما قلنا أنه مزيان إلياس حسني مزيان من اللاعب المزيان طبعاً حال داخل المنظومة المغربية يقدر يكون مستقبلين أنه أولاً باقي لعب شاب جداً سبعتاشر أولاً تمنتاشر عام لعب صغير طبعاً طبعاً يقدر يكون عنده مستقبل كبير في المنزخة الوطني المغربي حالياً وباقي ملعب شيء في المنزخة الوطني المغربي باتاتاً ولكن يمكن أن يلعب في السنين أو نفس الشهور المهاجب الآخر يوجد معنا في المنزخة الوطني المغربي باتاتاً ويوجد معنا في الكثير من اللقاءات وهو رايان مايك اللاعب البطولة المجرية كما نعرف رايان مايك من معنى تصفيتها ويوجد معنا في الكثير من الأدف ونقول لكم في بعض الفيديوهات أن هذا اللاعب صراحة يستاهل ويستاهل التواجد معنا في كأس العالم ولكن للأسف كان طلع حمد الله وطلع شديرا لما أدوش واحد الأهداء لأما رايان مايك يلعب معنا في الكثير من اللقاءات سكوين برجيكي في طبع الحال لا أتعقيد وهو الأخذيه السامي بايه كان صراحة رايان مايك يستحق أنه كان يطلع معنا في المنزخة لديه خمسة عام باقي صغير باقي يقدر لعبها في المنزخة مهاجب آخر وواليد شديرا لديه شيخ خمسة عام لعب باري إيطالي لعب قطاري ولكن وواليد شديرا لم يقدم هذه الأداء المطلوب خاصة لديه خمسة عام في الدور الإيطالي وفي القسم الثاني وكانت لعب باري وفي القسم الثاني وفي القسم الثاني صراحة ليس فارق ولكن يبقى فارق باري وفي القسم الثاني ليس فارق لعب مقومة ومنات هناك هي في التالية وإنها ثانية وكانت هناك فارق التواصل الى Сaksi المغربية في كأس العالم أعطى العطاء الكبير لعب مقوّمات كبيرة يوسف النصيري من اللاعب المعتمد عليهم الصراحة في الملتخب الوطني المغربي لاعب كبير صراحة يوسف النصيري من اللاعب الملتخب الوطني المغربي يعتمد عليهم الكثير الكتير وواليد الرجراجيل لأن يوسف النصيري باللاعبين صراحة الوعريم صراحة داخل المنظومة المغربية نحن كيفاش أدى كأس العالم أدى واحد طريقة اللي هي مزيانة وأداء كبير صراحة وشج الجوج دي الإصابات كان أول هدف له في جولة ثالثة مع المنتخب ضد المنتخب الكناضي اللي كنا فوزنا أندق بهدفين لهذا وفي المقابلة الخامسة اللي هي في دور الربع النهائي أمام منتخب البرتغال اللي كان شجب ذلك الهدف الدربة الرأسية البادية صراحة دربة الرأسية الجميلة كان شجل وفازة المنتخب الوطني بحصة هدف ليسا في المنتخب البرتغالي وقدرنا نخرج إسبانيا والبرتغال من المنديل عبد الرزاق حمد الله 32 عام اللاعب البطولة السعودية كويندياله مغربي حالو في حل نصيره حمد الله اللاعب اللي معتش إضافة باتاتا في المنديل القطر اللي فات كان مطلب جماهير كبير صراحة ولكن العاطاء العاطاء صراحة ما أعطاش عبد الرزاق حمد الله لا نظر أنه مهام تطور كبير عايت له في لائحة مارس كان الرجراجي ودخلوا دقيقة الرابعة والسبعين ولعب حوالي تسعة تاريخ ضد البيرو عايتاني ما قدموا نصدروا في لائحة يونيو وبقى في يونيو وشو تابير وأكسوبر وقبل تصفية كأس العالم عن شاهده واش عايته مرة أخرى الكوتش دينا في الرجراجي فهو حمد الله أو للا محمد البولديني كان لديه سبعة وعشرين عام تكوين ديالو مغربي لعب ليبانطي الإسباني مع مرة تنادى المنتخب الوطني المغربي وكيف يعطيه الفرصة لكوتش دينا والد برقراجي أو للا ممكن يعطيه الفرصة لكي يجربه لأنه ممكن يجرب محمد البولديني وكيف يعطيه إضافة في المنتخب المغربي أو ما يعطيه إضافة لأننا لدينا مشاكل كبيرة في رأس الحربة وكيف يعطيه إضافة للاعب ترجمة نانسي قنقر